فعليات معرض الكتاب لا تتوقف تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين نضمت ندوة على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الخمسة وخمسين حول دور الإعلام في توثيق جرائم الاحتلال حضرها الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الإعلام والسياحة والأثار بمجلس الشيوخ والكاتب الصحفي أحمد الطهري رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ورئيس تحلير مجالة روزة يوسف خلينا نتابع هذه القضية التي دفعت مصر من عفر للتاريخ الكثير من الشعاداء والكثير من الدماء والكثير من الأموال من أجل هذه القضية وما زالت نستمرها في هذه المرحلة وكانت فرصة أن نبرز الدور المصري من أول يوم حتى الآن سواء على المستوى السياسي سواء على المستوى الإنساني والمساعدات التي تقدمها مصر وهي الأعلى على مستوى العالم كله وفرصة أيضا نؤكد الدور اللي بيت مصر للساعد في تغير أو في تحول اتجاه عدد من دول العالم والرأي العام العالمي وأيضا حل الدولتين لا يمكن أن نقبل بأطل من حل الدولتين بعد كل هذه الضمان الفلسطينية التي راحت أطل سمن يمكن أن يأخذوا الفلسطينيون ويأخذوا العرب إن هذه الحرب هو اتجاه إلى السلام بحل شامل وعادل معرض القرير للكتاب فلسطينيون ومعرض الانفكتر والأسقار مش مجرد فترين على عرض الكتب والعلوين عن الإصدارات المفتلفة الحقيقة أنا كمانا تشرفت بالندوة من عرض قبر هاية الكتاب وأشكر تنسية شباب الأحزاب الزدان والسياسيين واللي دايما بيبقى ليها إسهامات شترية مبايازة غيزة للغاية ملاكشة العضوان الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين وطرزيط دراغن وقتلان واندورة الإعلامية فقد أنه هو الموضوع الانتزاع التاريخ سيشهد لمصر بما قرأت التاريخ سيشهد لمصر السنبس التاريخ سيشهد لمصر ده لم تساول على القضايا الفلسطينية التاريخ سيشهد لمصر ده بعزة أزماتها كانت الصوت العربي أو الصوت الأعلى في العالم القناصف يجب أن يكون هناك تاريخ معرض الفاهر الدولي هذا العام أول مرة في تاريخه يفسح هذه المجال الندوات قاصة بدولة معينة بخلاف ديز الشرف هذا الذي نتوقعه دوما من مصر لذلك كما رأيتم اليوم هناك ثابة متخصصة وهو اليوم الخامس من سبراير هناك العديد من الندوات على القضايا الفلسطينية من مختلف الجوانب كذلك لابد من إنشارة أن هناك تخصيص يوم التراث الفلسطيني الذي أشارت إليه مشكورة معالي وزارة كثافة الكورنبين وهذا ليس غريبا على مصر الدعم الذي تونيه للقضايا الفلسطينية في كافة الجوانب اليوم ومن ثم هذا الممبر الثقافي الهام هو رديف وهو دعم حقيقي وهي ديبلوماسية الثقاظية نعي جيدا أهميتها ونعي استدامتها لأن الثقافة هي التي تبقى وينأتفى فتيرا ولا أطول أمدا في هذا الصراع